موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي في أهلي في كل مكان برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام المحترف لسه منتابع مع حضراتكم الطوب 5 ليكز في العالم كله هنتابع مع حضراتكم خلال طبعا الموسم كله الدوري الإنجليزي أكيد وجود نجمنا الكبير محمد صلاح تابع الدوري الأسباني صراع السولاسيا تيتوكو مادريد برشلونا ريال مادريد هنتابع كمان الدوري الفرنسي بعد انتقال ميسي الأسطورة التاريخية الكورت القدم وتأثيره مع باريس سان جيرمان بجانب طبعا الدوري الإيطالي اليومنتوس وصراع الميلان والإنتر كمان على مستوى البوندزليجا وصراع القمة ما بين باير مونيخ دورتمون جلادباخ لايبسيج كل ده من خلال المحترف خلينا نتكلم كمان النهاردة في المحترف على الفقرة الأخيرة هتكون معنا قضية دايما هنا في المحترف بنتكلم أكيد على الدورات الأوروبية بشكل كبير جدا بتفاصيلها بنجومها لكن كمان عايزين يبقى عندنا قضية قضيتنا النهاردة في المحترف قضية التكنولوجي التكنولوجي اللي دخلت على عالم كرة القدم يمكن من سنين طويلة وكان أخرها تقنية الفار تقنية الفار في أوروبا يعني كان لها لازمة في ايه شغالة ازاي ازاي استعدت الدول الكبيرة دول العظمى في كرة القدم لتقنية ما تسمى الفار يعني الفار خلي بالكم يمكن تقنية جديدة على كرة القدم ليها محبيها ليها منتقديها بعض المنتقدين بتقول الفار يمكن يعني قللت شوية متعة وإثارة كرة القدم على الجانب الآخر لا الفار بيحقق عدالة تعتبر إلى حد ما عدالة كاملة في كرة القدم النهاردة قضيتنا في الفار وهيكون معانا في القضية دي كمان يعني خبير تحكيمي عالمي من ألمانيا يمكن كان حكم لي بعض المبريات في البوندزليجا ومن خلال تشاملزليج هيكون معانا نعرف ازاي الفار تم يعني التكنولوجي هناك في أوروبا ازاي ماشيين من خلال قضيتنا النهاردة في المحترف